دلوقتي هل هم اتفصلوا بنتين عشان اكون دقيق وصريح وما اقولش اي كنان ومحدد معلش عشان الوقت هو قرار الفصل لم يكتب بشكل رسمي ولم يعلم بشكل رسمي انما هي يعني احساس داخلي من الاماكن اللي هما بشتغلوا فيها انه ما يصحش يكملوا معانا بعد اللي حصلوا لكن بشكل رسمي عشان انا بس مش يعني مش بحب بقول كلام يعني يبقى بنستعطط فيه او حاجة احنا بنتكلم في الواقع والحقيقي واللي على الارض الفعل انا كمواطن لما حتسألني اقولك لا الموضوع ما يستهلش فصله صحيح صحيح فانا بسألك سؤال محدد هم اتفصلوا اه او لا لا ما اتفصلوش ما اتفصلوش طيب فيه ناس يعني عندها وجهة نظر وبيتقول انه ممكن اسرة المتوفي ايا كان هو مين تريح نفسها من القصة دي وتعلن ان الجنازة او العزق بدون تصوير او بدون وجود صحفيين ده ده من طالب انا ده انا عن نفسي طالبت ده من من زمان واحترمت فنان كبير قال انه اللي هيحضر العزق بتاع والدي من الصحفيين يبقى ما يلومش اللي نفسه احترمت ده جدا وقلت ده سلوك يعني محترم واللي يروح فعلا يستهل الإجرال لكن ان انا ما بقاش بقى اعلن ده او انا عايز ما بين ان انا عايز الناس جيلي وعايز الصحفيين تغطي ولا بس مش عايز لا يعني لو حضرتك مش نحتاج التغطية الصحفية اعلن بشكل رسمي واحنا هنحترم ده جدا واللي ما يحترمش ده يستهل الإجرال ويستهل التعاق والجازة يعني ده مجرد ما يتم اعلانه لازم الصحفيين هتحترم رغبة أسرة المتوفر طبعا 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 يا فني وبرضه خليني افرق ما بين حكتين مهمين جدا ما بين الجنازة وما بين العزة يعني انا دايما احب افرق لانه اي اي انا عشان كده قلت الجنازة والعزة اه مضبوط مضبوط وشي فرق ما بينهم العزة العزة دايما يا فني بيبقى في مكان خاص ملكية صحبه العزة بيبقى في مكان مغلق بس بيبقى وزميلنا المصورين وقفين بالرقعات ما هو ده معروف ما انا هقوله افرق انه هو بيبقى انا يعني عنده القدر على انه يسمح لي انه ندخل او لا عنده القدر على انه يقدر يقول ويقدر يحدد الجنازة الجزء فيها يا استاذة مش بس حق لأهله ويعني لأهلها يعني او لصاحب الاصحاب المتوفي يعني هل مثلا لنا ان احنا نقول كان يصرح انه قسرة مثلا راحلة مكلسوم او عبد الحلين او اي حد شخصية كبيرة معروفة قسرته تقول لا انا همنع انه الناس تغطي الجنازة ما بيبقاش اقصد هنا الجنازة يعني حق اصيل لاصحاب المتوفي فقط لانه الفنان والشخصية العامة هو مش ملك اهله بس الجمهور احيانا والمتابعين انما لازم يبقى فيه ضوابط لتصوير هذه الجنازات لما شايف شايف حضرتك رئيس شعبة المصورين شايف ايه السبق عند المصور الصحفي في جنازة او في عزة؟ بمنتاز صراح كلمتين بس ولا شايف فيها اي سبق يعني بشكل واضح وصريح يعني وخصوصا انها